إذن بين التصعيد والتهدئة تمضي الخلافات السودانية الأثيوبية بشأن الحدود بينهما فعلى الرغم من أنه جرى ترسيمها في السنوات الأولى من القرن العشرين فقد ظلت وفق الخرطوم مناطق حدودية واسعة محتلة من قبل جماعات مسلحة الأثيوبية اتفاق ترسيم الحدود يعود إلى عام 1902 بين بريطانيا واثيوبيا أي قبل استقلال السودان عام 1956 وما زالت الخلافات قائمة بشأنه الحكومة السودانية تقول أن مناطق حدودية واسعة ظلت محتلة من قبل جماعات مسلحة أثيوبية لأكثر من 25 عاما وتتهم الجيش الأثيوبي بدعم هذه الجماعات فيما تنفي هذه سباب ذلك في مارس الماضي أعاد الجيش السوداني انتشاره في تلك المناطق بعد غياب دام 25 عاما وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ الدلاع الصراع في قليم تاقراي شمالية أثيوبيا في أوائل نوفمبر ووصول ما يزيد عن 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان في منتصف ديسمبر الجاري تعرضت قوة من الجيش السوداني لكمين داخل الأراضي السودانية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود سودانيين واتهم الجيش السوداني ميليشيات أثيوبية بتنفيذ الهجوم على إثر ذلك أرسل السودان تعزيزات عسكرية كبيرة لاستعادة آخر نقطة على الحدود حيث أعلن الجيش السوداني أنه استعاد 50% من الأراضي التي استولى عليها الأثيوبيون داخل منطقة الفشقة تقع منطقة الفشقة على الحدود الشرقية السودانية مع أثيوبيا وتتميز بأراضيها الخصبة حيث تتكرر هناك الحوادث مع المزارعين الأثيوبيين الذين يزرعون أراضي يؤكد سودان أنها داخل حدوده وبعد هذه الأحداث عقدت جولة من الحوار بشأن الحدود بين لجنة سودانية واثيوبية ولكنها لم تسفر عن اتفاق على أن تعقد جولات أخرى لاحقا وفيما تستمر التوترات على الحدود تنفيذ سباب تورط قواتها في ذلك وتتهم جهات بالسعي لتشويه العلاقات بين البلدين معنا من الخرطوم رئيس تحليل صحيفة التيار السيد عثمان مرغني أهلا بك سيد عثمان معنا على سكاي نيوز عربية مجددا بالطبع سيد عثمان تشتعل الآن هذه الجبهة بالذات الجيش السوداني يريد السيطرة عليها بشكل كامل بعد خمسة وعشرين عاما من الغياب ما الذي تغير كيف أثرت الأحداث الداخلية الأثيوبية على تفكير السوداني استراتيجي وبالتالي أراد الإمساك على هذه الحدود بشكل كامل نعم يعني أنا أعتقد أن الطريقة التي تصرف بها الجيش السوداني حتى قبل اندلاع المعارك في قليم تاقيري في أثيوبيا كانت ربما فيها درجة من الحصافة والبعدة الاستراتيجي لأن انتشار الجيش السوداني في الحدود الشرقية بدأ قبل الأحداث في أثيوبيا بمعنى آخر أن الجيش السوداني فطن منذ فترة إلى الخلل الكبير في هذه المنطقة وبدأ يستعيد الانتشار فيها باعتبار أنه اتراجع عنها في سنوات سابقة حينما كانت هناك حرب في جنوب السودان ودارفور والآن يعود إليها فأصبح عندما حدثت التوترات في قليم تاقيري كان الجيش السوداني أصلا موجود في هذه المنطقة وبالتأكيد يعلمها العسكريون هي فرصة مناسبة لجيش السوداني لتقليل الخسائر أن ينتشر في كل الأراضي السودانية المتاخمة لأثيوبيا وحاولت استعادة هذه الأراضي في ظل انشغال الجانب الآخر بالعمليات التي كانت متاخمة لحدود السودانية وحاجة الجانب السوداني لا يكون هناك أي ملاز آمن للذين تمردوا على أثيوبيا في هذا الإقليم وحتى تكون هناك العلاقات مستمرة علاقات طيبة بين البلدين لمصلحة الاستقرار في إقليم تاقيري فاستغل الجيش السوداني هذه السانحة وعاد انتشاره في وضع طبيعي جدا في أراضي السودانية لكن بخسائر أقل باعتبار أن الطرف الآخر ليس لديه رغبة الآن في خوض هذه المعارك طيب سيد عثمان الجميع جميع الأطراف تتحدث عن مسألة الأطراف الثالثة يعني الجانب السوداني يقول الجانب الثيوبي عفوا يقول هناك أطراف ثالثة هي التي كانت تحتل هذه المناطق وهي ميليشيات والآن تريد ضرب الجانبين الثيوبي والسوداني السودانيون يقولون لا يوجد أطراف ثالثة هي ميليشيات تابعة للحكومة حقيقة هذا تابعته على منصات التواصل الاجتماعي والخبراء السودانيين ما الذي يحدث يعني من الميليشيات التي كانت موجودة هناك ما مصيرها هل لديها قيادات لأننا لا نعرف لها قيادات مثلا نعم يعني هناك خلط كبير جدا بين القوات أو اختلاط بين القوات التي تعمل على الأرض من جانب الاثيوبي دعنا نتحدث عن نموذج الشركة الأمريكية الأمنية بلاكوتر هناك بعض الجنود الجنود الأصليين الذين اتبعونها للجيش الاثيوبي لكن مستخدمون بالأجر لحماية مزارع هذا جانب لكن هناك فعلا بعض الكتائب تدبع للجيش الاثيوبي ربما لا تأتمر مباشرة من أديس أبابا لأنها قوات تدبع لإقليم الأمهرة لكنها قوات نظامية تملك الأسلحة النظامية وتتصرف بالعلامات واللينفورم الاثيوبي هذه أيضا موجودة على الأرض ثم هناك مجموعات أخرى متفلتة ربما تستفيد من هذه الأجواء العاكرة في هذه المنطقة وهي قديمة موجودة مجموعات الشفتة وهي موجودة في هذه المنطقة كل هذا الخليط يشترك في هدف واحد هو الاستيلاء على الأرض السودانية التي أضطر المزارعون السودانين تحت الضغط الكبير اللي التراجع عنها والابتعاد تماما وترك مزارعهم لسنوات طويلة خاصة في غياب الجيش وغياب الشرطة الذي كان يدافع عنهم في هذه المنطقة فقط هو الدفاع الشعبي وهي قوات ليست نظامية في السودان فإذا هناك خليط كبير جدا من القوات لكن لا يستطيع الجانب الأثيوبي أن ينفي أنها في جزء منها هي قوات رسمية تتبع للجيش الأثيوبي وإن لم تكن مباشرة تعمل تحت أوامر أديس أبابا ترجمة نانسي قنقر